الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزة فهذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بمكون التربية المدنية القسم الخامس في ذلك المرجع الجديد في الاجتماعيات درس التاسي حقي في عدم تعرض لاعتداء ودوري في حماية نفسه الهدف أتعرف كيف يتصرف في حالة إحساسي بخطر اعتداء نعم جميل جدا هذا الدرس أتعرف كيف يتصرف في حالة إحساسي بخطر اعتداء أمهد لتعلمي من حقوق كطفة لتمنتع بحماية كاملة من أي اعتداء يمس سلامتي البدنية والنفسية وأن أتعلم كيف أكون حذرا تجاه أي خطر قد يهددني إذا ما مكون ذاتي كيف أتصرف لحماية نفسي ما صفات وضعية خطيرة مثال حالة اعتداء جنسي نعم إذن نبدأ على بركة الله النشط الأول النشط الأول يقول لنا أعي مكونات ذاتي جسمي أحاسيسي أفكاري إذن مكونات ذاتي أنها هي الجسم والأحاسيس والأفكار استمعوا إلى ريم ماذا قالت هذه طبعا أنا فكرت أن أقدم لكم نفسي التي رسمتها كما ترون جسدي بوجهي شعري أطرافي ملابسي مرونة من الأخضر أضفت شيئين مهمين لا تستطيعون رؤيتهما إنهما أحاسيسي وأفكاري أحاسيسي وأفكاري إذن مكونات ذاتي تتعلق بالجسم والأحاسيس والأفكار ولاحظوا الصورة نعم هذه الصورة والرسم أقرأ ما قالته ريم نعم قد قرأنا ما قالته ريم أستنتجوا من النص والصورة العلاقة بين ما فكرت فيه ريم إذن ريم طبعا فكرت ريم طبعا أن تقدم نفسها نعم لكم نفسي ثم ما فعلته قامت برسمها وما تحس به وما يعكس وجهها من خلال وجهها هناك ابتسامة طبعا فهي تحسه طبعا بالفرح والسرور العلاقة بين هذة الثلاث يعني تقديم نفسها ورسمه ورسم نفسها وثم الإحساس زينها فهذه ثم هناك ترابط بين هذة الثلاث وبالتالي تسمى مكونات الذات اللي هي قلنا الجسم الأحاسيس الأفكار إذن هناك ترابط بين هؤلاء هنا عدنا أعي أحاسيسي طبعا وأعبر عنها وأربطها بأفكاري لاحظوا فأضعوا الإجابات في علمات وصف أتعرفوا أنواع من الأحاسيس بوضع الرسم التعبير المناسب أمام كل منهم فطبعا هنا الفرح لاحظوا الصوار ها هي طبعا مبتسمة إذا هنا الفرح هذا هو التعبير ديال الفرح الغضب نعم الغضب ها هي طبعا تعبيوا عن غضبها طبعا الخوف عندنا هنا الخوف في يد يا الخوف ثم هنا عندنا القرف طبعا ها هي والش مئزاز والتقزز نعم ها هي المفاجأة ها هي السادسة المفاجأة رحل جيدا المفاجأة ثم الحزن نعم هي ثلاثة الحزن أعيد الفرح ها هي الربعة الغضب اللولى الخوف خمسة القرف قلنا اثنان المفاجأة ها هي السادسة أقول لنا والحزن طبعا هي ثلاثة إذا هنا أحاكي أنا وصدقاتي أهلي التعبير أختاروا إحساسا نعم شعرت به اختار مثلا كان المهم شاركتوا في مصابقة تحدي القرائي حيث تأهلتوا في مدرستنا قمنا بمصابقة وكنت فائزا حيث تأهلت إلى مشاركة في التحدي القرائي فحسست بفرحة بسرور وفرحة لا متيل لها سأضع لكم صورة ابتسامة فابتسامة طبعا عندنا مثلا ممكن فهذه تتعبر لنا على طبعا الابتسامة مثلا حقا عندنا هذه تعبر على ابتسامة أو طبعا صور علي تتعبير عني الفرحة والصورة هنا دبع أن تقلو التاني نعم التاني هو هذا طبعا نعم الشي يقول لنا هنا نقض الصورة أربط أن بين أحاسيسي وأفكاري وأفعالي أقرأ المثالاتي وأقترح المثالين يوضف إحساسا مخالب نعم صورت عندما علمت إبانا جائحة كوفيد تساطاش أنني سأتهيب بعد درسي بالتعلم عن المعد هائل ما فكرت فيه هائل سأتعلمه سأتسب تجربة جديدة ما فعلت وضعت برنامجا مناسبا الآن لديه مثال يعني مخالف له إذن مثلا هنا حزنت ما أحسست به هو أني حزنت عندما علمت أن الجائحة انتشرت بشكل كبير في مدرستنا في مدرستنا إذن ما فكرت فيه نعم سألتزمه طبعا التدابير الوقائية التدابير نعم الاحترازية الاحترازية يعني من وضع كمامة من مثلا تفاعد وغير ذلك ما فكرت فيه طبعا هو طبعا عدم التصافح وتجنب طبعا أي تجمعات تجنب أي تجمعات نعم نشاط طبعا النشاط الثاني النشاط الثاني نشاط الثاني تقول لنا أي صفات وضعية خاطئة لو متطلبوا ذلك من حدا الوضعية الأولى قصة مختار من خلال النص نعم نقرأ على مختار دخل مختار إلى متجر لشراء دفتار وبعد خروجه لاحظ شخصين سبعان خطاء شخصين سبعان خطاء ثم تأكد من ذلك أحس مختار بارتفاع دقات قلبي ثم نظر حوله مرددا في نفسه لا مجال التردد ولو أن بيتنا قريب فعاد مختار إلى متجر الذي يعرفه صاحبه نعم كان ينظر إلى الأرض لا كان منتبيا لما يجري من حوله كان منتبيا لما يجري حوله أحاسس وأفكار مختار وهو يجري الخطر أحاسس إليه مدام هناك ارتفاع دقات قلبي يعني الخوف ارتفاع دقات قلبي الخوف أفكار مختار وهو يجري الخطر يعني أفكار مختار هو أنه حاول طبعا تجلب هؤلاء المجرمين لا مجال التردد ولو أن بيتنا قريب طبعا أفسل لماذا فضل مختار العودة نعم إذا ما فكر فيه هو فكر العودة إلى المتجر فكر العودة إلى المتجر الذي يلف صاحب لماذا فضل مختار العودة إلى المتجر طبعا تجنبا الخطر طبعا وخوفا من إداية هؤلاء المجرمين تجنبا من إداية هؤلاء وطبعا هو يعرف المتجر صاحب المتجر هنا لدينا وضعية أخرى وضعية أخرى وهي قصة نعمة في رسمين لاحظوا الصورة 4 وصورة 5 نعمة ربما تتسلموا شيئا ما شاهدية الآن هي ركبة نلاحظ الحجم مهمة أنها في مكان خالي لاكيش الناس إذا أراحظ الرسمين وأصفوا ما حدث طبعا نعمة تسلمت هدية من شخص ربما لا تعرفه وبعد طبعا فترة نراحظ أن نعمة ركبت معه في السيارة أصفوا ما تتسلموا أخطاء أخطاء هو أنها الاقتراب من شخص خريب نعم ثم الذهاب في المكان الخالي الذهاب في مكان خالي خاوي طبعا ركوب السيارة خطاء الثالث ركوب السيارة بدون إذن الولديها ركوب السيارة هذا أخطاء كبيرة اقتراب من شخص غريب طبعا الذهاب في مكان خالي ثم ركوب السيارة بدون إذن الولديها ما لم تتسبلها فاطمة نعمة الغريب عرف اسمها وأعطاها شيئا أنت يحبه المعتدي يختار غريب مكان خاليا طبعا ركوب السيارة بدون إخبار وليديها لو كنت مكانا نعمة طبعا لا أقتراب من شخص غريب ولو ندني باسمي أو غراني بشيء وأحبه طبعا لا أذهب في المكان الخالي ولا أركب السيارة بدون إذن مسبق لي وليديها أعيد الأولى لا اقتراب من شخص غريب ما لم تتسبه روني أمه الغريب عرف اسمها وأعطاه شيئا أنت يحبه ولو كنت مكانها لا أقتراب من شخص غريب ولو ندني باسمي أو غراني بشيء وأحبه بالنسبة للخطأ الثاني هو الذهاب في المكان الخالي المعتدي يختار غالبا مكان خاليا لا أذهب في الأماكن الخالية هنا طبعا أخطأ ركوب السيارة إذا ما لم تتسبه هذا هو أنها ركبت سيارة بشخصي لا تعرفه لا أركب سيارة بدون إذن مسبق من وليديها أضع خلاصة سأضع لكم في علبة وصف إن شاء الله نعم هل كل الغربة أشخاص خاطرون على الأطفال يتعين الحضرين ليس كل الغربة أشخاص خاطرون على الأطفال ليس كلهم ولكن ما دم أني لا أعرفهم ينبغي أن أحتاط منهم أحتاط لأنهم اختلط طبعا الحابل بالنابل بالتالي ليس كل الغربة أشخاص خاطرون على الأطفال لكن ما دم أني لا أعرفه لا أميز بين الخطير وطبعا إنسان طيب فينبغي توخي الحذر توخي الحذر نعم ننتقل إلى الوضعية الثالثة قصة حياة من خلال شهادة كان عمر حياة السنوات عندما أبلغت أمها من الاعتداءات الجنسية التي كانت تعرض لها عند الخروج المدرسة من طرف جاري لهم حكم بعد ذلك بعشر سنوات تجنا كانت حياة تعيش حالة رعب دائم لما سألها القاضي لماذا كانت تسكت أجابت حياة بأنها كانت تخاف أن لا تصدقها أمها وأن تضربها كما كان مغتب ويقول هذا سر بيننا ويهددها إن تكلمت بقطعها ووضعها في كيس يرمع به في البحر نعم يقرأون نص أكثر من ثلاث مرات لكي تفهمون مزيد بعدها لاحظوا هذه الجدول ووضحوا انطلاقة من نص لماذا كانت حياة تسكت طبعا تسكت حياة لأن ربما أمها لا تصدقها خوفا يهددها خوفا من التهديدات التي تعرضوا لها طبعا إذن هنا خطأ حياة هو السكت عما كانت تتعرض له ما لم تكن حياة وعية به ليس لها أن تسكت طبعا عن ما يقع لها ولا ينبغي أن تعتبر ذلك سراً ولا أن تخاف منه ينبغي ليس لها أن تسكت ليس لها الحق أن تسكت ولا ينبغي أن تعتبره سراً ولا أن تخاف من تهديداته ليست مدنمة بل هي طبعا ضحية إذا ما تصلي شخص بطريقة أحردتني لا أعتبر ذلك سراً أخبروا حالاً أشخاصاً مما أعطيقوا فيهم أخبروا إذا طلب منكم أحداً أن ترافقوه لأي سبب كان اطرحوا على نفسكم هل أرغبوا في ذلك؟ هل يعرفوا ويدي أين أنا إذا قبلت؟ هل يمكنوا أن يساعدني أحداً إذا حصلوا بخطر؟ نعم هذه بحال شروط أولاً الرغبة ثم معرفة ويدي إلى أين أنا إذا قبلت؟ أين أنا؟ وطبعاً هل هناك جدد مساعدة إذا حصلوا بخطر؟ إذا كان جاوب بلا على سؤال واحد إما عدم الرغبة أو الويدين عدم معرفة ويدي إلى أين أنا أو عدم وجود مساعدة في الخطأ؟ فلا تفعلوا جسمكم من كلكم لا حق لأحداً أن دراءوا يلمس الجهات التي تغطيها ملابتكم الداخلية عندما تشعر شعرون بانزعاج من لمس أجزادكم قولوا لها بقوة وأخبروا حالاً والديكم أو راشدين ممن تطيقون فيهم ولا تهتموا بأي كلام تهديد اعتبار ذلك سر أو غير ذلك أتقمصوا حالة أبلا وأكتبوا فقراربطوا فيها بينما أحسست سببت وما فكرت فيه وما فعلت طبعاً أبلا لا أريد أن تلمسني ولا أريد أن تتقترب مني معاً فطبعاً أبلا تصرخ تصرخ وتقول بصوت مرتفع أنقتوني إنه مجرم حد فطبعاً يقبلوا الناس ويقومون بمساعدتها إذن النصيحة الأولى ما فهمت منه هو أن إذا كنا شروط ثلاثة ينبغي أن تتحقق كاملة أولاً هل أرغب في ذلك؟ وفعلاً إذا أرغبت في ذلك أمر الشرط ثاني هل هو يريد أن أين أنا؟ إذا تحقق الشرطين أتأكد من أنه يمكن أن يساعدني أحد إذن لا بد من هذه الشروط ثلاثة طبعاً فهي نصيحة مهمة بثاف أكتبه في دفتاني بأسلوب الخاص نصيحة ثلاثة أتقاسمه مع أقراني إذا النصيحة الأولى طبعاً شروط طبعاً قبول مرافقة أي شخص إذا شروط ثلاثة ثم نعم مهمة بثاف أن جسمنا من كلنا لا حق لأحد عند رأى أو يلمس الجهات التي يخطي من الناس الداخلي النصيحة الثانية جسمنا ملك كلنا لا يحق لأحد أن ينظر أو يلمس عندما تشعر المزعاج ثم الثالثة الصراخ الصراخ في وجه المجرم المعتدي نعم هنا سليلة من هذه القرآن النشاط الثالث أقترح على أقراني سلوكات لحماية أنفسها مع اعتداء نعم هذه حلول لتفادي طبعاً الاعتداءات محيط آمن لكن هذا لا يمنوع من توخي الحدر من بعض الأشخاص الذين ابتدوا مع أطفال أتعلم أربعة قواعية صحبية خبراء وخبيرات من من درس وثلاثة الأطفال هذه مهمة يحمي القانون المغربي الأطفال من كافة أشكال سوء المعاملة أعرف كيف يتصرف المعتدي نعم يختار فريس سهلا لأن يكون خاشوه لا يحيط على عزلها مهمة أنفراد بها عزلها لتكون وحيدة ليعتدي بالقول الشتم أو الفعل ويهرب أتفاذى الاستهداف نعم أتفاذى الاستهداف لا أنت دائماً لما يجري في محيط دائماً أكون حذراً أتق في نفسي نعم هذه مهمة بزر أتق في النفس لا أرتبك لا أضر أي ارتباك أتحكم في محيطي لا أرتدر أي ارتباك أترك مسافة أمان مع المعتدي أكثر من مترين نعم أبتعد وأنا أقصد مكاناً آمناً الهروب بدون قز يحدث ارتباك هذه أحذر منه إذن الهروب إلى مكان تعرفه بدون قز يحدث ارتباك والتعطر أبحث عن المساعدة أين؟ إن أمك الآمنة راشدون مسؤولون أتق فيهم ثم الصراخ صوتنا نصف قدرات دفاعية ساعدوني أذكر التحذيرات التي أسمع من ويدية لحماية نفسي من الأخطار وأضفها القواعد التي تعرفت عليها إذن هالقواعد ماذا؟ والنصائح للوالدين مثلاً فعدم مرافقة أشخاص التي تعرفهم الإبتعاد من الدهو في الأماكن طبعاً المليئة بالناس والغير الفارغة طبعاً أقترح على الأقراني في الحي والدوار مجموعة القواعد والسلوكات تعلمتها وتجوا في ذلك نعم إذن القواعد والسلوكات التي تعلمتها من بين القواعد الأساسية هو عندما أشعر بخطر الصراخ عندما أشعر بأن أحداً يهاجمني الصراخ لأن الصوت دينا نصف قدرة انتباعية ثم تجنب الأماكن الفارغة عدم الركوب مع أي شخص عدم تسلم أي هدية عدم قبول الركوب مع أي شخص أو مرافقة أي شخص طبعاً موسيقى